دي أخبار منتخاباتنا الوطنية نروح لها الأخبار الأندية والبداية هتكون مع الأخبار النادي الأهلي اللي خسر طبعاً الإنبارحة زي ما كله شفنا المباراة كانت مفاجأة كبيرة جداً من البنك الأهلي 4-3 ضمن مباراة الجولة الـ 15 داوي نايل فيه كانت مواجهة أنا ده نقول كانت مصيرة وصار رمضانية رائعة مباراة لحد آخر الثانية مكناش عارفين مين اللي هيكسب لكن البنك الأهلي نجح في تحقيق المفاجأة وتحقيق فوس تاريخي على النادي الأهلي بعد أيام قليلة جداً بعد تتويج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر الحسام نادي الزمالك خسارة الأهلي أمام البنك الأهلي جعلت فيه حالة من الحزن داخل الجهاز الفني بخاطر سويس في مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي وكمان خالد بيب ومدير الكرة واللي أبلغ اللعابين بعد المباراة المباراة بتوقيع عقوبات مالية عليهم بعد الخسارة طبعاً العقوبات على لعيبي الفريق هتكون وفقاً طبعاً لأحد الداخلية للفريق وشايفين الأهداف مع حضراتكم بهدف طبعاً رضا سويس وشايفين النادي الأهلي مباراة كان فيه مشكلة دفعية واضحة كان فيه حالة من التراخي من معظم لعيبي الفريق بعد الفوز ببطولة كأس مصر وقدر من يستغل الحالة النادي الأهلي طبعاً لعيبي البنك الأهلي ويحدث المفاجأة ودي أول هزيمة طبعاً للنادي الأهلي في الدور العام هذا الموسم وده كمان كان هدف سن الشحات التنبيهة الرائعة طبعاً من الأفشة ولكن البنك الأهلي بيعود زي ما أحدكم شايفين بالتعادل ثم الفوز وأحراز الهدف الرابع كانت فيه مفاجأة كبيرة مباراة بصراحة وقدر كابتن طريق مصطفى اللي هو يستغل طبعاً أقطاء مارس الكولر سواء في التشكيل وأقطاء كانت متكررة بصراحة النادي الأهلي بقالوا فترة بعيدة على المستوى حتى نهاء الكاز كان فيه مشكلة في التشكيل كان فيه مشكلة أيضاً في التأخير في التغيرات دي كلها كانت مشاكل بتواجه طبعاً النادي الأهلي في الفترة الأخيرة فأكيد هيكون فيه كلام ما بين الإدارة أكيد ومارس الكولر في الفترة المقبلة الفترة المقبلة النادي الأهلي عن تحديات كبيرة جداً سواء على صعيد المحلي أو حتى على صعيد الإفريقي في طبعاً دور الثمانية ومواجهة تكون قوية بكل تأكيد أمام سينبا التنزاني بالنسبة للأهلي في طولة الدور الإفريقي ما يدرش نوا يفوز اتعادل فيه المباراتين مع فريق سينبا التنزاني في كل تأكيد المواجهة هتكون قوية جدا وهيبدأ نادي الأهلي التركيز فيها من بعد طبعا الأجازة اللي داها مارسي كل اللاعبين لمدة أسبوع كمان يمكن على أكرم توفيق وعلى ذكر بقى الغرامات المالية يتم توقيع عليه غرامات خاصة غرامة خاصة دا بسبب طبعا اعتراضه الغير لائق على السويسري مارس الكولر المديري الفاني لنادي الأهلي بعد استبداله في مباراة البنك الأهلي مبارح وده وفق طبعا لقاحة النادي الأهلي المقررة من جانب الجهاز الفاني في حالة وجود خروج على الناس ومن مقررة أن يخطر طبعا خالد بيبو أكرم توفيق بالعقوبة الموقعة عليه في ظل عدم ضبط النفس من اللاعب العبر عن غضب يعني بطريقة غير لائقة شوفناها مباراة بعد استبداله في المباراة وبعد المباراة مباراة خالد بيبو سامي ومصنعات المدرب الفريد كلمه مع أكرم وطلبه من اللاعب بضبط النفس الفترة اللي جاي والالتزام بتعليمات الجهاز الفني والرؤية الفنية قصت أنه اللاعب يعني لسه بيحاول أن هو يستعيد المستوى بعد عودته من إصابة قاطع في الروباط الصليبي وأكده كمان للعب إلا أنه من عناصر المهمة اللي بيعتمد عليها الجهاز الفني وأن استبداله في المباراة ليس تقليلا منه وإنما جاء وفقا للمعطيات الفنية للمباراة وأكيد أكرم مدهي أكيد أي لعب بيكون عزينة وبيخرج لكن لازم طبعا يكون فيه ضبط النفس الفترة المقبلة أكرم لعيد كبير ويكون مفيد جدا لنادر آلي فترة المقبلة لكن لازم لعب كمان يرجع لمستوى المعهود وبكل تاكي كمان انضمامه للمنتخب أكيد يعني فترة المقبلة بيدول أنه لعيد كبير رغم أنه بيشاركش بشكل أساسي مع النادي الآلي في فترة أقيلة مع مارسل كولر لكن كابتن حسام حسن ضمه لقائمة المنتخب المسافر طبعا إلى الإمارات نتمنى إن شاء الله كل التوفيل أكبر في الفترة المقبلة لأنه لعيد مفيد جدا سواء لنادر آلي أو أيضا طبعا لمنتخبنا الوطن كمان منح سويسي مارسل كولر لعيب النادر آلي زي ما قلت رحاتكم دعالهم راحة أسبوع بسوء التوقف الدوري لمشاركة منتخب مصر في الدورة الودية في الإمارات بيحصل لعيبه لنادي الأهلي على الراحة بداية من النهاردة بعد مواجهة البنك الأقالي مبارع على أن يستند بقى لفريق تدريباته الإسبوع القادم عشان يبدأوا الاستعداد لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطول الدوري أبطال إفريقيا المباراة دي مقرر دي أحد أيام يومي 29 أو 30 مارس الجاري وجاء قرار كل العطول نو يمنح اللاعبين روحة سلبية طويلة بسبب إجهاد وصابات بعض اللاعبين العضلية خلال الفترة الأخيرة كمان كولر هيسافر هو وجهازه المعاون لبلاده للقضاء إجازة قصيرة هناك خلال توقف الفريق في الفترة الحالية لسه مع أخبار النادي الألي واستقال مسؤول النادي الألي عقد جلسة مع التونسي علي معلول الزهير الأيصر للفريق خلال الساعات القليلة القادمة من أجل حسم بقى ملف تجديد تعقوده اللي بينتهي بنهاية الموسم الحالي زي ما احنا عارفين وده طبعا بعد ده ما أوصل المديري الفني كولر المديري الفني نادر الآن بتجديد تعقود علي معلول مع الفريق ولكن يعني بتبقى بعض الخلافات المالية والتعقودية اللي معطلة شوية تمديد تعقود اللاعب التونسي بعد الخلاف على المقابل اللي المادي اللي يتقدم معلول خصوصا اللاعب حاليا بيحصل على راتب سنوي بيوصل مليون نص دولار وده طبعا يعني مع تقدم كمان اللاعب في السن وإدارة النادي الآله شايفة أنه هيكون رقم كبير جدا وكمان مدة التعاقد إدارة النادي الآله ترغب في التجديد لمعلوله مدة موسم واحد واللاعب عايز أنه يجدد سنتين لكن طبعا إدارة النادي الآله شايف أنه الأفضل أنه هو تجديد موسم وده الطبيعي إنه هو يتم تجديد موسم بموسم لأن الرقم كبير الرقم نقدر نقول يعني مليون ونص دولار بنتكلم يعني لو قلناها مثلا خمسين مية وخمسين مليون جنيه في السنة غير الزيادة اللي عايزة كمان علي معلول في ده اللي بيحاول يوصلوا به الاتفاق في الفترة المقبلة علي طبعا من اللعيبة وركاز الأسياة المهمة جدا أصبح جناح طبعا تاريخي في الجناء في الأجانب اللي كانوا موجودين من جماهير النادي الأهل والجميع النادي الأهل يبتعشقوا بكل تأكيد ليه دور كبير جدا وفعال مع النادي الأهل في سنوات اللي بعد لكن اللي جاي لازم طبعا إن يكون في تضحية إما من اللعب أو الإدارة إن يجون هناك وفاق في الفترة المقبلة عشان يتم تجديد عقد اللعب التونسي في الفترة القادمة مع النادي الأهل